لماذا لم نتمكن في الجزائر من تحويل سوق العقار بمختلف فروعه إلى إحدى ركائز الاقتصاد؟ ولماذا ترتبط كلمة العقار عندنا بالمشاكل؟ في حين أن العقار في دول أخرى تحول إلى بورصة قائمة بذاتها تتخطى إراداتها ميزانية دول كثيرة من دول العالم الثالث سؤال طرحناه على أهل الاختصاص فكانت الإجابة لكن لما يكون مال البترول وبنظرة ضيقة في البحث عن الأوعية نبني السكنات ومكاش العقارات المنتجة ومن تجناش هندسة عقارية صناعية منتجة تؤدي بلمداخل من بعد البترول مرحبا ونهار كان مرتفع زيادة الخير خيرين ولكن منخفض عندنا أدوات استثمارية تمدنا مداخل العقار وهذا الأدوات يمكن إنتاجها بما يوجد من كفاءات في الجزائر برك لازم لها هندسة تمويلية وهندسة تأمينية ولأن السكن جزء لا يتجزأ من عالم العقار فأزمة السكن عندنا تحولت إلى كلمتين لم تفارق يوما الجزائريين بل كبرت الأجيال لتجد أن نفس الأزمة كبرت معها وذلك رغم أن الدولة شيدت ملايين السكنات وفق سياغ مختلفة ومتنوعة فأين الخلل؟ لما ما تكونش هندسة كلية ورؤية كلية ما كاش تسارع الإنتاج ضعيف لأنه النظرة ما يشق العقار اقتصاد النظرة راهي بناء مساكن وبالتالي سقط الإنتاج لما يسقط الإنتاج والتسارع الديمغرافي مازال قائم يعني رك تجري بأمور التسارع الديمغرافي بسرعة بطيئة بسرعة السلحفات ولما ما يكونش إنتاج معناها الإيجار ما رحش يرتفع يعني أزمة المواطن نصل ما ما تلحقوش لكن هو تاني ما يلحقش الأجر لأنه ما عندناش هندسة عقارية منتجة لتخلي الأجر يرتفع غيب مخطط واضح ومدروس لتثمين العقار في الجزائر سواء من حيث توجيهه حسب طبيعته وكذا تغليب الطابع الاجتماعي في استغلال بعضه وإقصاء الحسابات الاقتصادية في ذلك كلها عوامل جعلت العقار وما يتبعه الغائب الأكبر عن المعادلة الاقتصادية والتنموية للبلد